ده واحدة المعزون شخص مش مؤسسة شيخ إسلام يا بي ده النما القضاء أنا أكتر من مؤسسة في قلب منطقتي ده أنا المفروض عارف مين اللي اتجوزت ومين اللي اتطلقت وإيه اللي حصل وبتدخل في الصلح مرة واثنين وعشر وعشرين ده حقي وواجب علي أن أنا أنفزه النما النهاردة أنا كمعزون أنا في جميع طبقات المجتمع من أول الحرامي لغاية رئيس مجلس الوزر من أول الشحات لغاية رئيس الجمهورية بتعامل مع جميع طبقات المجتمع والفكر يا دكتورة أنا عندي النهاردة أكتر من خمسة وسبعين في المية من المأزونين على مستوى الجمهورية حاصلين على الدكتوراه لا أحد يقلل لا إحنا من ربنا بس أنت عرف التوعية شغالة بص يا شيخ إسلام أرجوك ما تطلحش الموضوع على أنها حاجة شخصية ضد المأزونين يبقى كده شكرا إحنا كده وإحنا مستعدين لتقديم الخدمات الواجبة علينا دي يا واحد تجاهل المجتمع ما من قدمت خدمات أنت مش هتقدر لوحد دي عاوزة دولة تهتم بالأسرة وتهتم بالإنسان والأصول تزبط الجواز والطلاق لكن لا لا مأزون الوحدة هيقدر ولا شخص ولا مجلس مرأة هيقدر دي عاوزة انضباط تعاون ما فيش انضباط في الجزء الاجتماعي وعشان كده فيه تردي في الحاصل في المجتمع ده من أولاد الشوارع لزواج القاصرات لزواج المتعة لكل اللخبطة اللي حصلة للإتجار في البشر كل ده بسبب المنظومة دي زواج القاصرات يتحمل جزء كبير منه المأزونين شخص دام عشان ده يعزز ما تقوله لا بس نيجي بقى الغيب كده زواج أولا ما فيش حاجة اسمها زواج قاصرات هي زواج أقل من السن القانوني لأن القاصرة هي التي لا تبلغ سن 21 سنة ووالدها متوفب بيبقى في وصي أو والي طبيعة عليها خلاف المتوفة إن كان عمها أو جدها أو أحد أقاربها دي القاصرة أما دون السن القانوني يعني وناشط وزارة الأوقاف ومعالي الوزير بحاجة مهمة ياريت السادة الأفاضل أئمة المساجد عدم إتمام أي زيجة بالمساجد دون حضور المأزون ليه هم أئمة المساجد هم اللي بيعملوها يا أستاذ يا أستاذ الفاضل بيجيلي أنا كمأزون بيقول أنا هجوز بنتي بقوله البنت صغيرة ماينفعش ده شرع ربنا ماشي شرع ربنا شرع ربنا لو وقته حضرت النبي ما قال إذا حضت البكر فلتتزوج يبقى لمجرد دم الحيد ما يجي لها لا بد وأنت تتزوج ولما تيجي للشرع واتطبقه مع العلم الطبي في الأناتومي علم التشريح هتلاقيني أنا بتكلم معك صح بالرغم من ذلك الدنيا اختلفت كانوا بيقطروا ناسل أنا من النهاردة أنا مش عاوز أكتر مش عاوز أجيب أعباء الناس بيأت مخنوقة يبقى أقل من سن بيروح للجامع يعني يعمل بيروح للمسجد بقى لا وفي بعض المأزونين بيعملوا بقى أنا بس عند حالات لمأزونين كل من خالف هذه الواجبات للمقتضى الوظيفة تم مجازاته أدي واحد نمرة اتنين ويمكن الكلام ده أنا قلته على الهوى في برنامج العشرة مساء قلت المأزون مأزونا من القاضي بيانوب عن القاضي برا لما يكون رئيس محكمة صاحب الشأن داخله الطلب بيقول له بنتي أقل من 18 سنة وعاوز أجوزها وجهزنا وخلاص وهتخش رح مدي تصريح بالزواج قلت يبا دخالي في قانون ودخالي في قانون كلاهما يعقبها يعني يا أستاذ وقل اللي بيقوله للشيخ إسلام يوريلك النقطة اللي أنا بقول إن ما كانش المأزون ومتضربوا وعنده أمانة إنه يقول الكلمتين اللي بيقولهم الشيخ إسلام يروحوا لبتاع الجامع يعني إذن فيه فوضى في الجزئية يبقى نختر السيد وزير الأوقاف بتتنبيه المشدد على أئمة المساجد بتتفع تمام بعدم إتمام أي زيجة بالمسجد واخد بالك الأسرة والمجتمع والسلام الاجتماعي يعني أنت لا تتخيل للمدار اللي هتحصل لنا من استمرار عملية أولاد الشوارع دولة بيبقوا أطفال أبرياء بعد شوية ببلطجي بعد شوية بحرامي وهكذا يعني الجيل التالت منهم بقى إشارة لما هو موجود بالشارع المصري لعل وعسى إلى أن تصل طيب وانا بقى الزواج العرفي من الجزء ده حديدك شايف أنه الحل هو أن يتم الزواج والطلاق أمام المحاكم يعاد النظر ويعطى وقت كافي لقانون الأحوال الشخصية وتنظم العملية نظام بحيث أنه ما تسهلش على الناس أنها تطلق وتتجاوز كده بس أنت كده مش خايفة أعادي سبعة ألاف مقزون لا أنا مش عاوز أعاديهم بالعكس أنا عاوزش أعاديهم لا 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 بس أنا أسأل على حال زي ما هو قال يعني ممكن قاعة الجلسات في المحكمة يمكن تدريب وتدريب وتوعية وحاجات زي كده ماشي أنا بنوب عن القاضي قاعة الجلسة في المحكمة هتبقى قاعة الجلسة للجنيات الصبحية وقاعة أفراح بالليل مش هيبفع بتايعلي أدي واحد فده موضوع هيهات هيهات يعني مش هيحصل لكن تعالي يعني هيتعامل مع أضايا جنائية ومجرمين خلاص بقى بيه يبقى قاعة الجلسة يبقى قاعة أفراح بالليل لا يبقى القاضي ولا الموظف هينزل للساعة ثلاثة بالليل المناظرة دي أنا يهمني الدولة هي عاوزة تتزل ما فعلا المحكمة المحكمة تحاول قاعة أفراح كده يا ريت الطابع ده هو تتغير النظام كله كل النظام يتغير والفرح يعملو في المحكمة وإحنا ماننا وما للفرح المهم تتوسق دي حفلة بتعملها في أي مكان المهم يتوسق قدام المحكمة لكن المهم يتوسق وكل واحد ياخد حقوق مظبوطة والنظم العملية احنا نتعين موظفين في المحكمة ويبقى قطر ألف خير البلد أنا من الزعلان على امسك كده امسك بس ده كده ينوبك صوف الناس المفروض يبقى ملي ده بنك ناصر الاجتماعي ده فئة خمسين جنيه